على الرغم من تعدد الآفات الاجتماعية الدخيلة التي غزت العراق خلال العقدين الماضيين تبقى آفة المخدرات أشد الأوبئة الاجتماعية خطرا على نسيج المجتمع العراقي سيما بين فئات المراهقين والشباب غياب الوعي والافتقار إلى الدور الحكومي والإعلامي أدى إلى استفحال هذه الظاهرة بعد أن كان العراق من الدول الخالية من تجارة وتعاطي المخدرات وهذا يقود إلى التساؤل أين يكمن الخلل وما هو الحل غزو لا يقل خطورة عن غزو الجيوش أو الإرهاب للبلاد تمثل باجتياح المخدرات للمجتمع والذي وصل لمستويات تعدت مرحلة المتاجر أو التعاطي بل حول العراق إلى ممر رئيس لتهريب المخدرات الإيرانية والأفغانية إلى دول المنطقة نتيجة الحدود المشتركة مع إيران والتي تمتد لأكثر من 1500 كيلومتر وسيطرت الجماعات المسلحة الموالية لإيران على مناطق واسعة من البلاد إضافة لدخول كميات كبيرة من الحبوب والمواد المخدرة إلى البلاد من الحدود السورية دراسة كشفت أن أغلب المدمنين هم من الذكور فيما بينتنا 49% من المدمنين أقدموا على الإدمان بمحض إرادتهم كطريق لتجاوز المستقبل المجهول والبطالة والفقر والمشاكل الاجتماعية المعقدة وهذا ما يفسر ازدياد نسب الجريمة والعنف الأسري والمجتمعي تقارير لمتابعي مسار هذه الآفة أشاروا إلى أن المخدرات باتت تزرع في مناطق واسعة جنوبية العراق سيما في المناطق المحاذية لإيران حيث عثرت الأجهزة الأمنية على بساتين وحدائق كبيرة لزراعة النباتات المحظور زراعتها دوليا مراقبون وباحثون عراقيون طالبوا البرلمان بضرورة تفعيل القوانين الرادعة للإتجار بالمخدرات ومحاكمة المتاجرين بها ومحاسبة أي جهة تتساهل أو تتهاون مع المتسببين بانتشار هذه الظاهرة داخل البلاد ترجمة نانسي قنقر